موسيقى رابعة صباحا ثانية بتوقيت جرانتش موجزا إخبار يوم جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا خلال رئاسيتها القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ لضمان أن يصبح كوب 27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من نوفمبر القادم وأكد الرئيس أن استضافة شرم الشيخ للمؤتمر يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السادس عشر من يونيو ومن المقارر أن يتبنى المؤتمر في نسخة الثامنة قضية تغير المناخ والذي حرص مجلس النواب على إدراجها كقضية عالمية في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب سبعة وعشرين والمقارر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل وهي المرة الأولى عالميا التي تنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ مؤتمرا برلمانيا منفصلا حول قضية تغير المناخ أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدبلوماسية المصرية إذ تحتفل هذا العام بمئويتها فإنها تمضي قدمة في مسيرتها الوطنية تحت لواء الجمهورية الجديدة في تثبيت حضور مصر الفاعل لتوطيد مصالحها القومية والدفاع عن حقوق مواطنيها قال شكري في كلمة مسجلة خلال الاحتفال الذي أقامته جامعة عين شمس وذلك بمناسبة مئوية وزارة الخارجية إن استضافة مصر للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ تمثل برهانا على الثقة للمصرية الفاعل في واحدة من أبرز القضايا الدولية وشهادة ثقة جديدة على وضعية القاهرة في الساحة العالمية طلق رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليم اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتارش وذلك لبحث مستجدات الأوضاع اليمانية وفرص تمديد الهدنة والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وجدد العليم دعم القيادة والحكومة اليمنية كافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية مطالبا بتصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعدم إبقائها رهينة للضغوط والابتزازات في مناطق الإنفلات الحوثي ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تفهمه لتحافظات القيادة والحكومة اليمنية الشرعية بشأن التعصر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى قال رئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما وذلك لدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية وفي مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أوضح بايدن أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ غيفلان المضادة للدبابات وسواريخ ستينجر المضادة للطائرات مؤكدا أن هدف أمريكا أن ترى أوكرانيا دولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة شدد بايدن في مقاله على أن بلاده ستواصل التعاون مع حلفائها بشأن العقوبات المفروضة على روسيا ومعالجة أزمة الغذاء العالمية قالوا مسؤولون أوكرانيون أن جميع الاتصالات انقطعت في منطقة خرسون الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية أوضحت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات أن هناك صعوبة في إجراء الاتصالات الهاتفية والوصول إلى خدمة الانترنت فضلا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة كنت معكم أنا سارة عبدالله شكرا على طيبة المتابعة إلى اللقاء شكرا على المشاهدة